مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف السابع أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد ودرس جديد من دروس التعلم عن بعد ودرسنا اليوم أيها الأبناء بعنوان المجرد والمزيد من الأفعال الثلاثية وغير الثلاثية القيمة الإسلام علم وخلق نعم إن الإسلام يدعون إلى تحصيل العلم قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وهو دين الأخلاق القويمة قال الله تعالى مثنيا على رسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم التمهيد إن المتفوقين أخلاقهم حسنة حدد خبر الحرف الناسخ وبين نوعا نعم أحسنتم أبنائي الطلاب أسمعكم الآن تقولون أن الخبر هو أخلاقهم حسنة ونوعه جملة اسمية أهداف الدرس أتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية الدرس أن تكون قادرا على أن تتعرف الفعل المجرد والفعل المزيد تميز الفعل الثلاثي المجرد والثلاثي المزيد الهدف الأول أن تتعرف الفعل المجرد والفعل المزيد اقرأ الفقرة الأتية والأمثلة الأخرى ثم أجب عما يليها من أسئلة جاء فصل الربيع فخرج من رحم الأرض كل أنواع الجمال وغدت الحياة أكثر انطلاقا فاستيقظت الحيوانات من سباتها الطويل وعشوشبت الأرض وأبهرت ألوان الطبيعة الأعين بجمالها وانطلقت أسراب العصافير في الساحات اليانعة تغرد وتزقزق وتفرح بالنور الذي يبعث التفاؤل والسرور في النفوس أمثلة أخرى لم لم البستاني قطاف بستانه مبتهجا بثمرة جهوده انقشعت غيوم فصل الشتاء لتعلن عن ولادة فصل الربيع استثمرت دولة قطر في الاقتصاد الأخضر لتجعل الإنسان صديقا للبيئة لاحظ واستنتج لاحظ الأفعال الملونة باللون الأحمر وأجب عما يأتي أكل حروفها أصلية أم بها أحرف زائدة لو رجعنا أبناء العزاء إلى هذه الأفعال الملونة باللون الأحمر لوجدنا أن الحروف كلها أصلية ماذا إذن تسمى هذه الأفعال تسمى مجرده أيها ثلاثي وأيها ربعي جاء خرج بعث ثلاثية وزقزق فعل ربعي لاحظ كذلك الأفعال الملونة باللون الأزرق أكل أحرفها أصلية أم بها أحرف زائدة أكل أحرفها أصلية أم بها أحرف زائدة بها أحرف زائدة ماذا تسمى هذه الأفعال تسمى أفعال مزيدة كيف تميز بين المجرد والمزيد من خلال أحرف الزيادة أتعتمد على الفعل الماضي أم المضارع في معرفة المجرد والمزيد من خلال الفعل الماضي الهدف الثاني أن تميز الفعل الثلاثي المجرد والثلاثي المزيد الفعل الثلاثي المجرد هو الفعل الذي خلت حروفه من أحرف زيادة وتكون أوزانه فعلة 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 انتبه بني العزيز لابد أن يكون الفعل في زمن الماضي للحكم عليه مثال يكتب نعيده للماضي كتبه لا يوجد فيه أحرف زيادة إذن مجرد يسمع سمع مجرد يكبر كبر مجرد أحسنتم أبنائي الطلاب الفعل الثلاثي المزيد هو الفعل الذي يحوي حرفا من أحرف الزيادة الثلاثي المزيد بحرف واحد الهمزة مثال ذلك أحسن وأكرم وأنجز أو التضعيف علم وهذب وقطع فلو حذفنا حرف زيادة التضعيف لصار الفعل علم هذب قطع الألف كاتب طالب ساهمة الثلاثي المزيد بحرفي يمكن أن يكون مزيدا بالهمزة والنون اندفع انصرف انفتح أو الهمزة والتاء ارتفع ارتقى انتشر الألف والتاء تسابق تعارض ترافع التاء والتضعيف تعلم تقدم تهذب أو الهمزة والتضعيف احمر اعوج الفعل الثلاثي المزيد أيضا يمكن أن يكون مزيدا بثلاثة أحرف الهمزة والسين والتاء استخرج استغفر استفاد ينقسم الفعل إلى مجرد ومزيد فالمجرد ما كانت جميع أحرفه أصلية أما المزيد فهو مزيد على أحرفه الأصلية حرف أو أكثر الفعل المجرد وهو نوعان ثلاثي وربعي المجرد الثلاثي يأتي على ثلاثة أوزان فعلا وفعلا وفعلا ثانيا الفعل المزيد وهو نوعان ثلاثي وربعي مزيد الثلاثي يأتي الفعل الثلاثي مزيدا بحرف أو بحرفين أو بثلاثة أحرف كما فصلنا آنفا أبناء العزاء مزيد بحرف واحد مثل أغدق نافس أو مزيد بالتضعيف مثل سمع مزيد بحرفين مثل فترة وانتصر أو بثلاثة أحرف مثل استيأس التقويم البنائي حدد الفعل المجرد والمزيد فيما يأتي إن دفع نعم أحسنتم أبنائي الطلاب أسمعكم الآن تقولون أنه مزيد بحرفين الهمزة والنون فأصله دفع ارتفع أصله رفع مزيد بالهمزة والتاء كتب على ثلاثة أحرف إذن هو مجرد زرع على ثلاثة أحرف إذن هو مجرد علم أيضا مجرد استقام مزيد بالهمزة والسين والتاء فأصله قام أقام مزيد بالهمزة في أوله كاتب مزيد بحرف الألف تعلم مزيد بحرفين التاء والتضعيف أحسنتم أبنائي الطلاب سؤال التميز حدد أحرف الزيادة في الأفعال الأتية ارتوى مزيد بالهمزة والتاء إن دفع مزيد بالهمزة والنون أحسنتم أبنائي الطلاب إخضر مزيد بالهمزة والتضعيف فلو حذفنا الهمزة والتضعيف لصار الفعل خضر أحسنتم أبنائي الطلاب بارك الله فيكم هيا بنا إلى هذا التدريب اقرأ ما يأتي ثم أجب عن الأسئلة التي بعده وفق ما هو مطلوب في الجدول يريد من أبنائي الطلاب أن نستخرج من الأمثلة السابقة الأفعال ونبين نوع كل فعل من حيث التجريد والزيادة ونوضح أحرف الزيادة الفعل الأول هو خلق وكما ترون أن هذا الفعل أبنائي الطلاب على ثلاثة أحرف إذن هو فعل مجرد ولا يوجد فيه حرفا من أحرف الزيادة الفعل الثاني قدر كما ترون أبنائي الطلاب هذا الفعل هو مزيد بتضعيف حرف الدال فهو ثلاثي مزيد بحرف واحد هو التضعيف هذا فعل ثلاثي مجرد لا يوجد فيه أحرف زيادة تشدو قلنا قبل ذلك أبنائي الطلاب وننتبه إلى هذه المعلومة جيدا لا بد أن نأتي بالفعل الماضي حتى نستطيع أن نحكم على الفعل أنه مجرد أو مزيد تشدو في المضارع الماضي منه شدى فهو على ثلاثة أحرف إذن هو فعل مجرد لا يوجد فيه أحرف زيادة تغني هيا بنا نأتي بالماضي غنى كما تلاحظون أبنائي الطلاب النون مضعفة إذن هو ثلاثي مزيد بالتضعيف تحاور الماضي منه حاورا فهو مزيد بالألف أحسنتم أبنائي الطلاب تستوحي الماضي منه استوحى فهو ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف السين والتاء والهمزة في أوله إذن هو فعل مزيد أحسنتم بارك الله فيكم هيا بنا أبنائي الطلاب إلى هذا النشاط الإلكتروني حدد الفعل المجرد والمزيد فيما يأتي ارتفع فعل مزيد بالهمزة والتاء أحسنتم أبنائي الطلاب انتشر فعل ثلاثي مزيد بالهمزة والتاء أصله نشر قال فعل ثلاثي على ثلاثة أحرف إذن هو فعل مجرد قطع فعل ثلاثي مزيد بالتاء والتطعيف مزيد بالتاء والتضعيف فأصله قطع عرف فعل على ثلاثة أحرف إذن هو فعل مجرد يتبقى معنى الفعل استقام وهو فعل مزيد بثلاثة أحرف الهمزة والسين والتاء أحسنتم أبنائي الطلاب برك الله فيكم الغلق حدد المجرد والمزيد من الأفعال الآتية وقف وزن ضارب استخرج أحسنتم أبنائي الطلاب وقف فعل ثلاثي مجرد وزن ثلاثي مجرد ضارب مزيد بالألف استخرج مزيد بالهمزة والسين والتاء إلى هنا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم أبنائي الطلاب استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية